بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المدس العالى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية استقبل سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة بطلة الأولمبية روح جبت لدى وصولها إلى المملكة متوجة بالمدالية الذهبية التاريخية والتي أحرزتها في سباق 3000 متر موانع ضمن فعاليات دورة الأولمبية ريو 2016 ونقل سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة تحياتي وتهاني سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى إلى البطلة جبت بتحقيقها هذا الإنجاز التاريخي معربا عن اعتزازه البالغ بفوزها بالميدالية الذهبية في الدورة الأولمبية معتبرا هذا الإنجاز تعبيرا حقيقيا عن مدى الرعاية الكريمة التي تليها القيادة الرشيدة للحركة الرياضية والشبابية وأشهد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بالدور الواضح لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والذي أدرك سموه أهمية التواجد البحريني في دورة الألعاب الأولمبية فسعى بكل جهد حثيث ووطني إلى تهيئة الأرضية المناسبة أمام الاتحادات الوطنية المشاركة في الدورة لإعداد أبطالها وبطلاتها للمشاركة والظهور القوي في الدورة وهو ما تحقق من خلال روث جبيت صاحبة الميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع والعداء يونيس كيراوة صاحبة الميدالية الفضية في سباق الماراثون موسيقى موسيقى موسيقى